اشتركوا في القناة اتذكر اكتر لانه فعلا تطور مهم لازم يعلق بوعي ووجدان الامة مارس الجيش العربي السوري حقه بالرد في جبهة الجنوب واسقط طائرتين للعدو الاسرائيلي اخيرا وبعد طول تأنيل حركت دمشق منظومة دفاعها الجوي لتسقط طائرتين للعدو الصهيوني النار بالنار اسقط طائرتين شفت الفخر والاعتزاز شفت الجباه المرفوعة شفت المقاومة شو حلوة رغم كل حملات التشكيك والتهويل من قبل جماعة اسرائيل بقي محور المقاومة بنفس الثقة بالنفس والثبات والعزم بحماية هذا الانجاز الانجاز اللي دخل ب صبطانات الوعي تبع معركة الوعي جوه يعني محل كتير ديق الصاروخين اسميتين صواريخ اسميتين التي اطلقت على الطائرة بغض النظر اصابت او لم تصب اسقطت او لم تسقط بصرف النظر عن صحة اسقاط الدفاعات الجوية السورية الطائرتين الاسرائيليتين ام لا بصرف النظر اذا سقط طائرتين شو شو حبيبي فيه بيان للجيش العربي السوري ما في من بمعزل عن اذا سقط طائرتين بحسب بيان الجيش العربي السوري البطل مش مهم سقط طائرتين او ما سقط حبيبي كيف بش مهم اذا سقوط طائرتين مش مهم شو المهم لك رد السوري بصواريخ اسميتين الاهمية ليس بالرد الاهمية بنوعية الصاروخ انا لم اسمع سابقا ان سوريا استخدمت هذا النوع من الصواريخ تجاه الطائران الاسرائيلي اه الصواريخ لسوريا معرض سلاح مبسوطين انه عندهم اسميتين كولكتور صواريخ يعني مثلا زاد قطعة على المجموعة تابعو بعدين ليك ولا يوم اسمعنا لا بهايدي ولا بصواريخ غيرها لنكون واضحين وكيف يعني الهدف مش مهم وبصرف النظر وبغض النظر عساس في طيارتين في اسقاط طيارة او ما في اسقاط طيارة وهناك تسريبات قبل قليل تقول بانه ربما يكون لدى الجيش السوري القيادة العسكرية السورية صور تثبت اسقاط هاتين الطائرتين ليك يقال انه في صور بس بعضهم بالتحميد عم بيحمدون عم يسحبوا الصور عن النيجاتيف وهو اللي بياخدوا وقت خيه بدك تنطر يعني في كتير ناس في كتير ناس قبلك طالبين تحميد صور بعدين هلأ موسم صيفية واعياد وسياحة العالم كلها عندها صور حبيبي اذا في صور عرضهم ليه ما بتعرضهم قراءة الذاتية حتى لو كان هناك صور ليس من الحكمة بمكان على الاطلاق يعني ان تحشر عدو مأزوم في الزاوية الضيقة يعني اذا بدك تحشر قط بالزاوية ممكن يخرمش عقل استراتيجي كبير اذا قط محشور بالزاوية بتكذب بخرمشك كبير طلع انه في صور بس كرمال سورية ما تبهدل اسرائيل ما عرضت الصور ليك نظام كبير حتى مع العدو بيتصرف بكبر وبشهامة اسد يا خيه اسد حدا بيقلك اسد طيب يا حبيبي اذا الصور ما نعرضوا شو بتكون حققت ما فهمت خشية اسرائيلية من كمين جوي في سوريا تخوف الصهاينة من قدرات الدفاع الجوي السوري اثار المخاوف من قدرات الجيش السوري وما يمكن ان تحقيقه في المستقبل حبيبي ما منسمع الا اسرائيل خايفة واسرائيل قلقة واسرائيل ما بعرف شو ومرعوشة ومشعب تنام قلقة من شو اذا خايفة عراض الصور وخوفة اكتر وخلي جمهورة يرتبك اكتر وصمعتها تهتز اكتر وقال لي شو بتكون حققت لحد دلها عن جد بعد ما فهمت دمشق نجحت في تغيير قواعد الاشتباك دمشق تنجح في رسمي قواعد اشتباك جديدة مؤشر الى تبدل ما في قواعد اللعبة قواعد اللعبة قد تغيرت ان قواعد اللعبة قد تغيرت كليا اون بقى الناس الزكية العقول الكبيرة في قواعد اشتباك تغيرت في قواعد لعبة تغيرت زمن اول تحول بصرف النظر اذا سقطت الطيارة او لا بصرف النظر اذا في صور او لا التغيير الحاصل بقواعد اللعبة اهم اليوم حبيبي اليوم الطيران الاسرائيلي بده يحسب الف حساب قبل ما يتجرى يطلع بسماء سوريا الف حساب الف حساب بعد اطلاق الصواريخ اعقاب الهجوم الاول الذي مني الارهابين به بالخسائر فادحة تدخل الطيران الاسرائيلي ليلة فجرا واستهدف موقعين للجيش العربي السوري بريف القنيطرة الشمالي باليوم الثاني تدخل ايضا الطيران الاسرائيلي الحربي هذه المرة واستهدف موقعين بصفح شرقي جبل الشيخ بريف دمشق اليوم صباحا قيان الاحتلال الاسرائيلي واني اغار على مواقع جديدة للجيش العربي السوري هذه مبارح يعني بعض اطلاق الصواريخ وبعض ما سوريا سقط الطيرتان وغيرت قواعد لعبي والاشتباك رجع الطيران طلع وضرب لا في قواعد لعبي ولا في قواعد اشتباك ولا في صور ولا في طيارتين من شوفي شوفي تصبح على خير موسيقى 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 موسيقى